بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أول فصل بعد مقدمة الرسالة القشيرية للإمام القشيري رحمه الله تعالى بدأ في بيان اعتقاد هذه الطائفة في مسائل الأصول ناس كتير يقول لك الصفية دولناس ضلالية تم تقرأ لهم الأول قبل ما تقول ناس ضلالية ويقلفوا كتر ضلال الصفية وينقلوا نقول نقصة ينقل لك نص سطر السطر كامل علشان يقول لك شوف غلطانين إزاي وانت تصدق يا مسكين وبعدين لما بتصدق وتقول إن الصفية كلهم ضلالية الكلمة دي كبيرة من الكباعي الكلمة دي بسيطة تتقلع في أقل من لحظة أقل من غمضة عين لكن يهوي بها الإنسان في صفة الله سبعين خريفة ليه؟ لأن كنت اغتبت مئات الآلاف من الأولياء في لحظة وغيبة ولي واحد بتحرم الإنسان ثمرت عبادات سنوات ولي واحد في غتابه فما بالك واحد بكلمة بسيطة كده يغساب مئات الآلاف بالملايين الأولياء فعملية مستهلة فالإنسان ما يلقيش كده الكلام كده على عائلهم زي ما واحد يقول كل المسلمين وحشين وحشين علشان يتعامل مع عشرة نصبوا عليه فيروح لي يعمم يقول لك كل وحش ماينفعش كل وحش دخلت فيهم كل الصحافة دخلت فيهم الصالحين والأولياء يبقى التعميم علامة الجهد أول ما تلاقي واحد ما عمم كده ليعمم الأمور علامة الجهد فقبل ما تحكم على الناس شوف اعتقادهم إيه الأول وعلشك كده الإمام الخشيري رحمه الله بدأ قبل ما يكلمك عليهم هيقول لك الناس دي كان اعتقادهم إيه عشان انت بتقول ان هم ضلالية فاللي بتقول عليهم ضلالية شوف اعتقادهم ومهم تاني انك تم تعرف اعتقاد أهل الصوفية انك تعرف اللي هو يعني عامل نفسه صوفي وهم الصوف ولبس ثيابهم ولبس الخرقة اللي هم دول أساسا اللي الناس اعترضوا على الصوفية لما نظروا هؤلاء ما نظروش للصوفية الحق يعني الإمام الجنيد ما حدش اعترض عليه الإمام عبدالقادر الجيلاني ما حدش اعترض عليه لأنه كان علماء وصوفية لكن اعترضوا على مين على بعض المجازيب بعض الناس مجازيب جهال لفسه لفسه استصوف ومسك السبحة وعمل شوية حركات تخالف الشرع الشريف وقال كلام ينموا على الجهل فالناس افتكروا ان كل الصوفية كده قال شوف يبقوا ضلالية لا مش كده زي اللي يحكم على المسلمين ان هما ما بيصلوش لأنه مشي في الشارع وقت الادان لا كل الناس ماشية في الشارع ما حدش بيصل قولك كل المسلمين تركين استصلا ما ينفعش ما ينفعش ده انت ما شفتش إلا العاصر منهم وليس كل المسلمين غصاب تروح شارع الهرم تلاقي الناس بتشرب خمرة تقول كل المسلمين بيشربوا خمرة ما ينفعش انت قعدت في الغرزة لقيت واحد ناس بتحشش كل المسلمين ما ينفعش فاكتبه لكم علشان كده لازم تصحح اسلوب فهمك للحقيقة عموما انت ممكن تتعامل مع طبيب يدرك يبقى معنى كل الاطباء ما بتعرشت عليك مش معناها كده كذلك ممكن تسأل شيخ ويطلع الشيخ ده جاهل هو لابس لبس عمامة ولابس لبس المشايف لكن جاه فهم يجي يفتيك يفتسوا خطأ كل المشايخ خطأ كل المشايخ ما ينفعش فيش كل مش حاجة ما يكل لو نظرت للمنافقين فوت الصحابة وتعاملت مع منافق تقول كل الصحابة وحشي لما المنافقين كانوا فصة الصحابة كانوا بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى التعاملين ده اكبر خطأ فيه قبلك ولما تحضر الشيخ بيعمم ما تحضر لهش تاني لانه ما عندوش خبرة وهينقلك جيك الافق مش هينقلك ساعة الافق فبيقول هنا ويعني ايه الاعتقاد اساسا الاعتقاد داي من العقد يعني الشيء اللي تعقب عليه يعني ما يخرج شي تاني عقد القلب على شيء يعني صار فيه شيء يقيني غير قابل للنقاش هاي دي العقيدة بتكون علم اذا كنت تعرف الدليل بتكون تقليد اذا كنت لا تعلم الدليل يبقى العقيدة قد تكون ايه بعلم وقد تكون بتقليد فاللي عندو كل المسلمين يعلموا ان لا اله الا الله هو ان سيدنا محمد الرسول ل잔 صلى الله عليه السلام لكن هل كل المسلمين يعرف يدلل على لا اله الا الله واي كل المسلمين يعرف يدلل على ان سيدنا محمد رسول الله لو عادت مع واحد أيها ومسيحة يقول لك سيدنا محمد دة مش رسول الله دة مش رسول دا مصلح طب هل تعرف تكلمه ان تكمعه ان هو رسول لو ما عندكش الادلة تبقى مقلد واحد يقول لك لا إله إلا الله أنا دي الحكاية دي مش دخلة مخي أوه ممكن يبقى مع أليها أخرى تعرف تدلله إنه هو لا إله إلا الله علمت لبقى أنت عالم ما عرفتش وأنت معتقد زي سائر المسلمين لبقى مقلص وهل ينفع التقليد في العتقاد أم لا خلاف بين الولماء معظم الولماء عندهم أن التقليد يكفي لكن مع الخطف مع وجود الخطف إنه ممكن تطرق عليه شبهة فينقلب على عقل يعني نقول له ناجي بس إيه ربنا يسرك كده لحد ما تموت على كده ما يجلش شفتنا تقوم إيه تقلبك على عقل لكن الأحسن تبقى عارف الدليل وهل يكفي الدليل الإجمالي ولا محتاج دليل تفصيلي الرابح انه يكفي يكفي دليل الإجمالي يكفي الدليل الإجمالي دليل الإجمالي لما أقول لك لا إله إلا الله أقول لك تقليل على أن لا إله إلا الله تقول WalWhen في ايه معاليات من غير الله اللي فسده. ده دليل اجمال. تقول له عدم فساد الاكوان دليل على انه اله واحد. دليل اجمالي حلم. يكفي. يكفي في النجاح. لكن تخص مع الفلسفة يقولك ميه دليل. فمش مطلوب ان المسلم المعتاد يضحك في الادلة التفصيلية الكتيرة اللي هي ايه موجودة في كتب التوحيد. في كتب علم التوحيد وعلم الكلام. يكفي الدليل الاجمالي. زي الاعراب البسيط اللي جاء للنبي صلى الله اللي جاء ايام سيدنا عمر بن الخطابة ظنس وقال البعرة يدل على البعير والاثر يدل على المسير. سماء ذاته ابراج. ارض ذاته حجاج. افلا يدل ذلك على ذات العليم الخبير. او ده عنده دليل على ان هناك اله موجد للاشياء ومبدأ له. دليل اجمالي جميل. وخرجه من رفقة التقليل وهو اعرابي لم يذهب لمدرسة. ولا يعرف يقرأ ولا يكتب. لكن صار مؤمنا بعلم ولم يصر مؤمنا بتقليل. لانه عنده دليل اجمالي بسيط جميل حل. شيدنا محمد رسول الله كيف تدلل انه رسول الله لمن لا يعترف بنبوته. الرسول لازم تتوفر فيه شغله. ان يكون رجل وان يكون كامل الخلقة. وان يتوفر فيه الصدق والامانة والتبليغ والسطانة. وان يكون مبلغ بالغيب. وان يأتي بالمؤمد. اللي تتوفر فيه الحاجات دي. يبقى رسول. بس. ما تعرفش انت بقى تقول معجزات النبي. ما تعرفش تقول ان النبي اخبر بالغيب. ما تعرفش تقول ان النبي كان صادقا امينا مبلغا ولم يكن. وكان كله فطانة صلى الله عليه وسلم. ما تعرفش تقول كده. عرفت تقول الحاجات دي وتدلل بالمواقف كيف انه اخبر بالغيب. وقد نشأ في امة امية لا يقرأ ولا يكتب. وليس له الثقافة قبل ذلك. فاخبر بعلوم الاولين والاخرين. صلى الله عليه وسلم ده اكبر دليل على نبوتي. بس انت ما تقول له جاء بالقرآن انت ما هو مش محترف بالقرآن يا اجني من الاول. تهمت. هو الاول مش محترف بالقرآن. تقول له بسك القرآن معمز في الارضة. هو ما يعرفش اللغة العربية. بتكلم كلمة عربة كلمة دليل. حتى لو قارف له القرآن مش هيحس مواطن الاعجاب فيه. تهمت ازاي. لكن ما تقول ده اخبر بالغيب. اخبر مثلا بددء خلق السماوات والارضة. ولم يكن يعلم هذا الا الله سبحانه وتعالى. ووافق اخباره بالامور المغيبة. ما اخبرت عنه الكتب السادقة المتفق على انها من الله. والانبياء السابقين. ما جاش بنقيد ما ما كان معروفا في الانبياء السابقين. ثم جاء بتفاصيل كانت غير معروفة في الانبياء السابقين. زي سيدنا يوسف. سيدنا يوسف كان مش معروف. قصته عند العرب. خال. ولا العرب نفسهم ما عرفوش من يوسف ده. ده درجة ان قريش لما قالوا ان احنا عايزين نسأله اسئلة نحرقه فراحوا لليهود يسألون. نقول له نقول له ايه نسألو في ايه عشان نحرقه. سألوه مسألوه عن يوسف. سألوه على يوسف واخواته. فراحوا يسألوا سيدنا رسول الله عن يوسف واخواته. العرب ما تعرفش مين يوسف ده اصله. واخد بالك ازاي. النبي يوسف ولا اخواته. فربك سبحانه وتعالى وروح منزل سورة يوسف كاملة فيها تفاصيل اليهود نفسها ما تعرفش عن سيدنا يوسف. نجي مش ايات لقد كان في في يوسف واخوتي ايات للسائلين. ايات للسائلين. علامة كبيرة على صدخ النبي. يبقى لما تقدر يبقى عندك اعتقاد جازم في قلبك. وهذا الانتقاد مطابق للواقع. وتستطيع ان تدلل عليه. تب انت خرجت من ربك التقليدي الى العلم. في فرد عالم. لكن التقليد في الفقر في الفروح مطلوب لمن لا يصل لدرجة الاجتهاد. كد بالك. ويكفي للنجاح. ده في الفروح الفقر. الفقر العملي. لكن في الاعتقاد التقليد ينجي صاحبه لكن مع الخطر العظيم انه ممكن يجيله اي يشبه. ودي كالتشف. الناس لو في الستينيات لما انتشر الفكر الشيوعي في مصر. انتشر المرحدين. على مستوى الصحفيين. ليه? لانه مش متعلم دين. كان طول عمره يقول له اله الله محمد رسول الله. بس ما عندوش القدلة. فاول ما سمع الفكر اللينيني والفكر الماركتي. دخل في مقالته. فكفر بالله. وبقهم يدبهوا في الجامعة طلب انه هو ايو لك مفيش اله. يعني انا شفته. بقهم يدبهوا كده ويعملوا مظاهرات. ويعملوا شغلانة جديرة. ليه? لانه كان مقلدا. فلما ترأت الفتنة فتتن. لكن مين اللي ثبت? اللي كان عنده الدليل. هو ده اللي ثبت. عشان كده نقول ان المقلد نادي. لو مات على تقليله. ولكن على خطر عظيم. اذا عربت له الفتنة قد يتشربت. فأموت على غير اله. والحكاية بسيطة زي ما ادت لك امثله. قد احنا في خمس دقائق دللنا على ان لا اله هي الا الله. وفي خمس دقائق تانية دللنا على ان سيدنا محمد رسول. احكاية سهلة. سهلة قادرة. لكن في تسأل بعض المسلمين. ايه مواجزات النبي ما اعرفش? طب ايه مواجزات سيدنا عيسى وابن يقول لك احيا الموت. ايه مواجزة سيدنا موسى وقال لك العفو? طب ويه مواجزات سيدنا محمد? يقعد يفكر. مصيبة. اول ما تلاقيه يفكر كده مصيبة. ده ليه نامش في زهن. في زهن وزهرة. ليه مصيبة? لانه ما يقدرش يقول القرآن لانه محفظت القرآن. مع ان القرآن واضحة. مش مواجزة واحدة. القرآن كل ثلاثة ايه في مواجزة. والقرآن ثلاثة. متين وثلاثين ايه. يعني القرآن لوحده الفين مواجزة. مش مواجزة واحدة. القرآن لوحده كده الفين مواجزة. ومجالات اعجاز القرآن جوابها مواجزاتك هو متولدة من جوا المواجزة. الاخبار بالغيب والاخبار بالعلوم التبيعية والاخبار ويقول لك بقى الدكتور زغلول النجار في المواضيع دي بقى ما لا ينتهي منه الا بعد عام. وقبله ينتهي حتى يموت. لان القرآن لا تنقضي عجائز. يبقى القرآن لوحده ده مواجزة مركبة من ملايين المواجزات. وبعدين الاسراء والمعراض. دي مش مواجزة. متغيبة على المسلمين. بيقول لهم مواجزاتك النبي يقف ببلم. يابني اللي بتبلم. انشقاق القمر. دي مش مواجزة دي ما حصلش النبي قابليه. مش معنى بقى احياء الموت. اللي بتاع السيد نعيسى اللي انت حسد بيها. ومش حاسز بنشقاق القمر. وكلام الجزع. حنين الجزع للنبي صلى الله عليه وسلم. اشد من احياء الموت. يا سيد نعيسى. حنين الجزع اشد من احياء الموت. لان الجزع الميت من طبيعته اذا حية يتكلف. طبيعته كثير. لكن الجزع اللي هو الشجرة الميتة المقتولة دي. من طبيعتها اللي تشعر. فالعجيب انها تشعر وتأنه يخرجه ناسه. يعني تخرجه حتى عن طبيعتها الاولى. وفي حال كمالها. يعني الجزع خرج عن طبيعته الاولى في حال كماله. اما احياء الميت فقد عاد الى ما كان عليه من كمال. فاهمين الجزع اقوى. باللي يفضل. كلام الزراع المسمومة للنبي بعدما شويت وزبحت وصلخت. وتتكلم. ده ما رجعتش لطبيعتها الكاملة. ده في طبيعتها الكاملة لا تتكلم. وهي متصلة ببقية اعضائها لا تتكلم. كما بالك بعدما انفصلت. وشويت. وتبلت. وبدأ يأكلها ويلوكها. ثم تتكلم. في حال هي في كمالها لا تستطيع. دي هي دي عين المعجزة اقوى. شكلت ان الاماب ابن حجر العسكلاني. قال ان كلام الزراع وحنين الجزع اقوى من احياء الموتة لسيدنا عزيز. ليس ليس؟ فنبيك معجزاته لا تمتهي. ها؟ وارد بس الجماعة اياهونه ضعيف. وضعيف كده. ويخناف بس عندي. لكن احنا بنتكلم على حاجة واضحة. نبع المأمن بين اصابيع الشريفة. لم يحدث لنبي قبر. الا النبيين. صلى الله عليه وسلم. مفيش نبي. حصلته الحكاية دي. سيدنا موسى لما حبه يشربه عمله ضرب الحجر. فانفجرت اسنة عشرة عدم. من طبيعة الماء ان يجري بس وسط الحجر. دي صبيعة الماء. بس المؤجزة والكرامة ان ربنا سبحانه وتعالى اجرى الماء لسيدنا موسى في مكان ليس فيه ماء. لكن خرج من وسط الحجر. دي صبيعة. يعني وافق الحال المعتاد. واخد بالك. لكن ان يخرج الماء من بين الاصابع بين اللحم والدم. دي غير معجزة. دي معجزة كبيرة. وقالوا انها حدثة في اكثر من الف موضة. مش مرة ولا اتنين. اكثر من الف موضة. وعشان كده قالوا ايه افضل الماء ماء قد نبع. من بين اصابع النبي المتبع. يليه ماء زمزم فالكوسر. فنيل مصر فسائر الانهر. موهد ده. افضل المياه ماء قد نبع. من بين اصابع النبي المتبع. يليه ماء زمزم فالكوسر. الكوسر ده بيعرف الطاقس. بيعرف الطاقس اسم الكوسر. يليه ماء زمزم فالكوسر. احنا نكلم على مياه الدنيا. الكوسر ده في مياه البرد. هتعرف تتوضى انت من نبوك. احنا نكلم على المياه في الهدوء. افضل المياه ماء قد نبع. من بين اصابع النبي المتبع. يليه ماء زمزم فالكوسر. ثم نيل ومصر فسائر. ثم سائر الانهر. فنيل ومصر ثم سائر الانهر. شوف النيل بتاعنا ده بيعطبروه يعني من الانهار. وده متوارس ومعلوم ان نيل مصر ده يعني له فضاء العظيمة. لدرجة حتى في البرديات بتاع الفراعنة. لان الفراعنة عندهم بعض المعلومات عن الانبياء. وبعدين بعد كده بافوا اليها بعض الشركيات. فمش كل معلوماتهم اللي كدينها يعني فيقولوا ان من ضمن الحاجات في البرديات مكتوبة ان في البعث الانسان حيسأل لما لوزت النهر. لما لوزت النهر. لانه النهر مقدس. فحيسأل من ضمن الاسئلة اللي حيتقيلها ده كدينها في البرديات. ان المصري القديم كان يحافظ على النهر ليه لوزه. مخافة اليوم القيامة ربنا حيسأله ليه لوزت هذه المياه المقدسة. ليه مياه نهر المين. فده يوافق شرعنا ايضا. هذه المعلومات يوافق الشرع. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكب. واخدأك على التحرين ان كان قليل. وعلى الكراهة ان كان كثير. وكذلك على كراهة البول في الماء الجاري ولو مطلق. فابتبالك على المعروف بفلسط. في بيان اعتقاد هذه الطائفة في مسائل الاصول. الاصول اللي هي علم التوحيد. علم الكلام. وعلم التوحيد عبارة عن ثلاث اجزاء. علم التوحيد بينقسم الى ثلاث اجزاء. ولهيات ما يتعلق بالصفات الله عز وجل. ونبوات. اللي هو ما يتعلق بالصفات الانبياء. وسمعيات ما يتعلق بالاخبار. ما اخبره بالانبياء. من بعث ونشور وميزان وفراث وعذب في القبر وحياة البرزخ. وكل ما فيه من اخبار اخبار بها الانبياء. اعلموا رحمكم الله ان شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد امرهم على اصول صحيحة في التوحيد. صانوا بها عقائدهم عن البدع. البدع هي كل ما لا يجري على اصول الشرع الشريف. هو ده البدع الضلالة. كل ما لا يجري على اصول الشرع. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث الصدع اشري. وكل بدعة ضلالة. كل ما لا يجري على اصول الشرع الشريف. في الاقوالي. او في الاعتقاداتي. او في الاطعال. كل ما لا يجري على اصول الشرع الشريف. او يناقض اصول الشرع الشريف. يبقى ده البدع الضلالة. انما اي شيء يستحدث. ولكن له اصل في الشرع الشريف. ما يبقاش بدعة ضلالة. قد يكون بدعة لغوية. بس. يعني مطلق امر استحدث. لكن له اصل في اصول الشرع الشريف. يمشي. يبقى طلبه الشرع الشريف. قد تبقى لك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سنى في الاسلام سنة حسنة. فله اجرها واجر من عمل بها. ومن سنى يعني عمل شيء جديد. وحسن لان يوافق الشرع. او يوافق ايه مقتبيات الشرع الشريف. فله اجرها واجر من عمل بها. ومن سنى في الاسلام سنة سيئة. يعني على خلاف الشرع. او تناقض مرابات الشرع. فاياه واجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. مثال مثلا لاشياء لم تكن في العصر الاول ايام النبي ولا الصحابة. وفعلها بعد ذلك العلماء واستحسنوها. لانها توافق وصول الشرع الشريف. انشاء المدارس. انشاء المدارس والروبط اللي هي تعليم الطلبة. وعمل المناهج والامتحانات والحاجات دي كلها علشان نقيم الطلبة. وندي اجازات علشان ده يفتي وده يتشتغل قاضي وده يتشتغل. كل الحاجات دي دي مستحدث ايام النبي ما كانش فيها هذا الامر خالص. ولا ايام الصحابة. لكنها توافق الشرع الشريف ولا توافق. الاسلام حس على العلم والتعلم. يبقى المدرسة تعين على العلم والتعلم. والوسائل تاخذ حكم المقابل. فان كان التعليم مطلوب فالمدرسة وسيلة التعليم. فتكون المدرسة مطلوبة. وهي مستحدثة بدعة. وان كانت سنة حسنة. فالامثلة كثيرة. لا هو هناك مش تغير. استحدث الناس مثلا في الذكر. في اذكار العيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الناس في تكبيرات العيد فيغة قصيرة. تيسيرا على الناس. لان الرسول صلى الله عليه وآله على الناس. يعلمهم الشرع لسه ناس جديدين في الاسلام. حيديهم صيغة صفحتين. صعبة عليه. فكان يعلم الناس صيغة قصيرة يستطيع حتى صفل الصغير الميارة في الخير. اللي هي المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم على عادته كان باي شيء متعلق بذاته الشريف صلى الله عليه عليه وسلم. بينه وبين امته يتنزل عن حق لامته. صلى الله عليه وسلم. فما قال لهمش اقولوا بعدها كمان اللهم صلي على محمد ولا. وما قال لهمش حتى سيدنا. قولوا سيدنا. كل ده توضعا منه صلى الله عليه وسلم. لكن الترك. العلماء قالوا ان الترك لا يدل على النهي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عزيز صيغة وسكت. لا يدل عن النهي عما تكت عنه او لم يقله. ما دلش. لانه سكت. قال قال ما تقولوش اللجي. ومن زادة فقد اتاء. قال كده. عارف لو قال كده كنا نوافق الجماعة اياه. اللي بيقعدوا في المساجد يزعلوا او ما يسمعوا الناس بتصلي عالنادي. ما اعرفش ليه بيجي لهم حساسية نص صلى عالنادي. خلاص ثم احرار عندك حساسية روح الجامعة اللي ما بيعمل لكش الحساسية. لان ده صح وده صح. يعني اللي بيكتفي بالصيغة القصيرة الصحيح. واللي يزود صحيح. الامام الشافعي ايه رأيك في فقه الامام الشافعي. امام الشافعي راجل كل الامة اتفقت على فقهه وعلوه قبره. السيغة الطويلة دي الامام الشافعي جاء لها الناس بتقولها. يعني بنقولها احنا اليومين ديقول بس اللي مقال فينا. امام الشافعي ميت سنة مية وخمسين هجرية. المتولد مية وخمسين هجرية ومات مثين واربعين. يعني في الكورون الاول. الامام الشافعي بيقول فان زاد الناس. ده كلام. السيغة الله اكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة الى اخره. ثم طلوا على النبي فيها. فاني اجد ان الامر واسع فلا بأس به. ده من زمان كأن العلمة بيعملوها من ايام الصحاب. ايه عرفك. لان الامام الشافعي جاء والد لا الناس بتقول. دور في الادلة ملقاش. فنظروا الى معانيها. لا قل ان معانيها توافق الشرع الشريف. يبقى هي بيبعث الظاهر. لكنها توافق الشرع الشريف تبقى حسنة. صح والمعاني اللي فيها كويسة. يبقى الامور دي استقرت. اه? ما انا عرفش اعملو انت بقى. اعملو انت. لكن ما انا عرفش. المهم الحكاية سهلة. الحكاية اصبع مش محتاجة بحث. ليه? لا ان الترك لا يدلو على الناس. النبي لم يكن. لم ينهى. فاتبالة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الناس في صلاة التراويح على امام واحد. يترك جمع الناس في صلاة التراويح على امام واحد في حياته. بالرغة من الافضل جمعهم على امام واحد. يبقى النبي ترك الافضل. يبقى احيانا النبي يترك الافضل. خد بالك. ليه? لانه خاف ان يفرد على الناس. فترك الافضل ما خافت ان يفرد. يبقى النبي احيانا يترك وليس كل ترك يدلو على انه بينهى عنه. بل قد يترك الافضل. فلما اتقرى الشرع الشريف وخلاص. وما بقاش في حد بحيحرم ولا يحلل. وفي خلافة سيدنا عمر بن الخطاب عمل ايه? جمع الناس على امام واحد. يبقى عمل لو بالفقه ده كانوا الوهابية يعترضوا على سيدنا عمر. صح ولا لا? تعمل حاجة ما عملاش النبي. ولا عملها سيدنا اوباكر الصديق. دي بدعة ضلالة. صح ولا كانوا حيقفلوا على باب الجامعة. بس كان حيديهم بالدرجة. لان سيدنا عمر كان حيعرف يخلص ما لكنه ما ما ادروش. سيدنا عمر عملية راح جمعها الناس على امام واحد. وقال نعمة البضع هي. ومن نام عنها خير. يعني اللي اخرها شوية احي خبت بالك. وسيدنا علي بن عبي طالب وفقه. وقال ايه نور الله ايه قبرة عمر بن الخطاب فقد ايه? انارى ما سبيدا. يبقى السحابة اجمعه. يبقى المسألة ان موضوع البضع دي يعني عايز فهم. مش مطلق امر استحدث. يبقى خلاص اا هو ضلالة. عايز فهم شوية. وقال عليها نعمة البضع هي. فدل على انها مش كل بدع ضلالة او. هنملل نبي صلى الله عليه وسلم جلسان نقول كل بدع ضلالة وكل من الفاظ العموم. مش كل من الفاظ العموم. نقول لهم لا. كل بدعة ضلالة اي كل بدعة لا توافق الشرع الشريع. فهي اموم في ما لا يوافق الشرع. وليست اموم لغوي. في كل بدعة لغوية. بل في كل بدعة تخالف الشرع. بدليل ان كل احيانا تستخدم في غيري على ايه ولا يرادوا بها العموم مطلقة. بنصف القرآن تدمر كل شيء بامري ربها فلم يرى الا مساكنهم. ودمرت قرى عباس ما دمرتش القرى الارضية لحد. فربنا استعملها كل ولم يرد بها العموم. في القرآن فمش فيش مانع ان النبي يقول برضو كل بضعة ضلالة وخرج من عمومها قرينة حديث من سمنا في الاسلام يبقى خرجتها من العموم. كل ده عشان ترد على الجماعة اللي هم تعبين الناس. خدت بالك. الاحتفال بالمولد النبي والشريف. بيدعم. لم يفعلوا الصحابة ولم يفعلوا النبي والكلام بتاعهم. واخد بالك ازاي? ولو كان خيرا اللي فعلوه ونحن اللي هحبوا النبي اكثر وانهم كلام بتاعهم. كل ما يجي شهر ربيع يقعدوا يقولوا الكلمتين ذلك. ما اللي هحبه. والناس تيجي شهر ربيع تفرح بميلاد النبي. وهم قاعدين متحق ايه? بيحذروا الناس من ميلاد النبي. الله. ما تسيبوا الناس تفرح بميلاد النبي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليطرح. والنبي ده مش رحمته? هو مش النبي رحمة مهداد. ونعمة مهداد. قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليسرح. احنا بنفسه. صحيح النبي لم يفعل. لكن لم ينهى. لم يفعل لكن لم ينهى. والنبي لم يفعل اشياء كثيرة. وان كانت مطلوبة لان وقت طلبها لم يأتي بعد. وقت طلبها لم يأتي بعد. لم يجمع القرآن كما جمع في عصر سيدنا وثمانا. ولم ينقط القرآن ويشكله كما فعل في عصر السبعين. وهذا كله مطلوب. لانه لم يأتي الحاجة اليها. الصحابة متوافرون وحفظين وما بيغلطوش. فمش محتاجينه يبقى مكتوب ولا متاب. لما مات الجيل الاول وجات الفنة غير عربية دخلت في الاسلام. صرعت الحاجة. فبدأنا نعمل حاجات تركها النبي. تركها لا نهيا عنها. لكن لعدم احتياج الناس اليها. لكن وضع البذرة التي تدلنا على اننا نفعلها اذا احتجناها. في انت ازاي? هكذا. فلما بعد الناس عن معرفة اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وانتقل النبي وحجب عن امته. وصار الكلام على شخص النبي ليست له مناسبة معينة. لان ناس انشغلوا في امور حياتهم. وانشغلوا بتفاصيل فروع الشريعة. فنسوا يتكلموا على شخص النبي ذاته. لدرجة ان الوقت بتقوم بتكلم بعض المسلمين عن النبي. تقول له كلمني عن النبي شوية. يكلمك دقيقة واحدة ودقي تان ويسكت. دا لين انو ما عرفش حاجة خالص. لتا ممكن لو حاجة اتعارف حاجة عن النبي. ما تخلصت كلام عليه. تنام وتقوموا ما تخلصت كلام عليه. يذا صاروا جهل بنبيه. فلما تشد جهل الناس بنبيهم. الصحابة كانوا عارفين نبيهم. وعايشين معاه. فمش محتاجين يحتفلوا بيه وعرفوا الناس بيه. النبي بيقول لهم كيف تكفرون وانا فيكم. شايفين وليل نهار? لما مات الصحابة والجيل اللي بعدهم والجيل اللي بعدهم. لحد ستمية هجرية. بدأ الناس تشتاق لنبيه هتعرف مين هو نبيهم دي. فاستحدث الناس ان يكلموا الناس على الميلاد النبي. لان مفيش ميلاد النبي مش هينبني عليه فقر. فما بيتكتبش في كتب الفقر. لو عادت طول عمرك تقرأ كتب فقر مش هتعرف ميلاد النبي حصل فيه. ولا تفاصيل. مش هتعرف ناسها بالنبي. هتعرف ناسها بالنبي? مش هتعرف. ايه قعد يقرأ كتب الفقر دي النهار واحفظها كلها على جميل المزال. مش هتلاقي ناسها بالنبي. مش هتعرف المواجزات اللي حدثت في ميلادية صلى الله عليه وسلم. مش هتحصل. مش هتعرف كيف طرحت الاكوان لميلادي هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومطلوب انك تعرف. لان انت بتقعد تتناقش مع الناس الوقتي تلاقيهم مش عارفين نبيهم. ده فيه واحد راح يحج. والدكتور علي نفسه. حكى هلما. راح يحج ورجع يعيط وهو بيحج بيقول السنك وتبعيط عشان قبر النبي جوه الكعب. متصور ان النبي ماتفون جوه الكعب. يعني متصور قاعد طول التواف قاعد بيعيط مقطع نفسه من البكاء. قال علشان متصور ان قبر النبي جوه الكعب. شوف قد ايه جهل الناس وصل لهذه. فلما يستحدث الناس ان شهر ربيع شهر ميلاد النبي ده يكلمهم على النبي. وطول السنة هم بيكلمهم في الفقه وفي الفروع. وبينصحوهم المواعز المختلفة. ايه المشكلة يعني? هو الكلام عن النبي عورة? سانيه ولك لأ اكلمهم طول السنة. طب وانتو بتكلمونا طول السنة? طب يتكلموش طول السنة. صح او لا? يا لو نحنا نعوش في شهر ربيع نكلم الناس عن النبي يقولك ما تكلمهمش في ربيع بالزات. طب ما انا لو جيت ربيع الثاني حتقولي في ربيع الثاني بالزات ما تكلمهمش. طب نخليها شهر رجب. يقولي بس ملاش رجب بالزات. طب وانا خليها امتى? عارف المسر اللي كانت فتة تقوله لما كان ابويا يضايقني زمانه نعيل صغير كده عشان يقدمني. ثم تقوله ايه? تقوله ايه بس يا اخي ما تسيب وهو مكسور متاكل سليم ما تكسر كل لما تشبع. عارف المسر ده? اهو ده المسر بتاعه. ده مسر حلو اوي ينطبق على على الوهابية. سليم متاكل. سليم متكسر. مكسور متاكل كل لما تشبع. يعني انا اقدم لك عيش سليم وعيش مكسر. وانت ميت مبوء. واقول لك شرط الاول. خد بالك. مكسور متاكل. سليم متكسر كل لما تشبع. هتاكل. هتاكل? هم بيعملوا فينا كده. سليم متكسر. يا ابن ده مش نص مش قاعدة في الخين. ده مسر. ده مسر يا ابن. يعني بيعجزك يعني يعني بيقولك ما تعملش. يعني ما تكسرش السليم وما تاكلش المكسر. كل لما تشبع. هم مكسر. يقولك ايه يقولك ما تتكلمش على النبي في شهر ربيع. تكلم طول السنة. تيجي في اي وقت بتتكلم. يقولك ايه يقولك بيتكلمهم ايه ما تكلمهم على حاجات تنبني عليه عمل احسن. يعني كل لما تشبع. شفتوا بقى ترقيتهم. يلاقوا ناس قاعدين بيذكروا ربهم. يقولهم انتو بتعملوا ايه. من نذكر ربنا. بتقولوا ايه. منقول سبحان الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده. بتقوله كمان بصوت جهري. وما عملش بصوت جهري. بتقوله بصوت سهري. ما عملش بصوت سهري. وقاعدين كده مع بعض. وما عادش جماعة كده. طب اموا يا جماعة روحوا قدوا عليها هو لعبوا طاولة خلاص كده كويس. اول ما يقوموا بقى يعودوا لعبوا طاولة ميروحوا لهم كده ايه انتم بتلعبوا هم مجتمعين على الطاولة. يعني اذا اجتمعوا على الذكر يعني هو مبتدعين. لكن اذا اجتمعوا على الطاولة يبقى ما يجرىش حد. مش مشكلة. يعني دي عالم نكد. تلاقي الناس صايمين لبت النص من شعبان. نهار النص من شعبان. صايمين نص شعبان. طب ما هوارد صيام الثلاث ايام في القمرية من كل شهر. بما فيهم شعبان. مدينة القمرية. تيجي تنهى الناس ليه? يقول البيضع لم يارد. وعندنا دكتور لقى الحاكمات جايين صفح ليلة النص. النهار النص من شعبان. العيال كلهم عيال مخوم طائق. بقى ناس يبضلوا يجروا وارا بعد كده ويتمسطتوا بتاع فاليلة النهار النص من شعبان. ايه? جايين بقى كل واحدة لسه اشاربه. جاي جال مصحف معاها. وصيبين وحاجة جميلة. وقاعدين كل واحدة في ركن كده بتقرأ قرآنه. دخل زي الشتان الجدع ده اللي هو تربع نكفر السعودية. وفهم التعليم بتاعهم. ايه ده? انتوا هتعملوها فريضة? هو صيام النص من شعبان فريضة? لم يارد. قوموا يا بيت انت وهي. وراح طالب الكرفيزيريا سقاهم بفسي على حسابه كله. قال علشان بينهى عن المنكر. راحوا العيال قلقوا الاشاربات وعليوا اتنسطتوا بقى تاريوا ساول مصحف. رقيتهم بس. رقيتهم بس بس بكلامه. ايه اللي لم يارده؟ هو ده بقى الفخ هو ده جيني يعني. ادي محاربة البدع عنده. فحاجة غريبة. هو الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بدعة؟ تحبيب الناس في النبي يبقى بدعة؟ لما تكلم الناس على ميلاده وارهاصات ما حدث في مولده يبقى دي بدعة؟ اما تحبيب الناس في شخص النبي تبقى دي بدعة؟ حاجة غريبة اوك. يقول لها مش بدعة بس تبقى ان تبقى في ربيع. طب لو خليناها في رمضان تقول لي كلمهم في الصيام. طيب نخليها في ذو الحجة تقول لي كلمهم في الحج. نخليها في المحرم. يا اخي قول لهم صيام المحرم يا اخي حينبني عليه عمل. انا كنت مجمع الناس في مسجد شريف في الروضة بنكلمهم في كتاب الشمائل المحمدية للامام الترميزي. بنوصف لهم خلقة النبي صرصة. كان ابيض مشرط بحمد. حاجة جميل كده. الناس كلها قاعدة مبسوطة ومشتاقة للنبي صرصة. وشعره كان ازاي وجابيته جميلة ازاي وكان قوامه ايه. وحاجة تفرح. قابل الجرع ده قايم يقول لي ايه. يا اخي ما تكلمهم في الاستنجاء. الناس مش عارفة تستنجا. وقال تتكلمهم الحاجات مش حينبانة عليه عمل. قلت له يا اخي والله انت لو كان عندك زوء ما كنتش بعد ما احنا بنتكلم في النبي وطيرين تدخلني الحمام. انت يا سيدي نحددلك يوم هنا تعلمهم ازاي الاستنجاء. انا مستعد انت عندك الاستعداد. تعلمهم في الاستجامش انت راجل كده. عايز تعلم المسلمين. انا مستعد اخذلك مع عدم الشيخ. وتيجي تعلم الناس لاستنجاء شيء. الاسبوع فويس. يقول لي لا انت اللي اتكلمهم. هو اللي انت اتكلمهم. انا هكلمهم في اللي انا شايفهم مناسب. انا شايف ان هم لما يحبوا النبي حيستنجوا كويس. انما لو استنجوا كويس وما بيحبوش النبي مش هيستفيد. ايه رايك بقى. انا شايف كده. وكل واحد يحضر اللي شايف. لا فهم عندهم بدعة غريبة. فزي بدعة الاحتفال بالمولد النبي. بدعة مستحدة. في نظار نحن. واخد بالا جزا. في نظارهم هم ضلالة. صيام النصة من شعبان. ضلالة. ليه يا ابن. هو النبي نهى. ما اتاكم الرسول فاخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب وما ترك. قال حاجة فيها. طيب مش معنى انتوا باين في ما ترك بقى وعملين مستحدة. الصبرين. الاية لم تشمل ما ترك. صح ولا لا. ما اتاكم وما نهاكم. طب وما ترك. انظر في المتروك. ان ترأت الحاجة اليه ووفق الشرع فعله. بسن حسن. وان ترأت الحاجة اليه. وخالف الشرع لا تفعله. حتى ولو احتجتك. لان المصلحة انخالفت الشرع. لا غير معتبر. غير معتبر. خلت بقى لك. هي دي المسألة. وعلى شكل كده قال انه هم خالفوا البدع. ودانه يعني تديانه ايه. 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 اسمها تشريط الايام القمرية. ايه. ايه. الا زلحجة بس. بتستثنى يوم 13 من زلحجة لا يصام. استثنى. ايه. لا مش داخل. لا مستثنى بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان قال انها ايامه اكل وشور. والنبي صلى الله عليه وسلم له ان يخصص العام. فخصص هذا من عموم صيام الايام القمرية. ودانوا بما وجدوا عليه السلف واهل السنة. من توحيد ليس فيه تمثيل. يعني تشبيه بالحوادث. يوحد الله سبحانه وتعالى لو يشبهونه بالحوادث. وعلشان كده علماء اهل السنة العمرهم يعلموا الناس يقولهم الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. لان كل ما هو مخلوق حادث. اما ان يكون جسم او جوهر او عرض. وعشان كده يقول لك الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. لان الجسم يفتقر الى اعضائه ويفتقر للحيد. والله مستغن عن كل شيء. والجوهر يفتقر الى الحيد. انه يتحيز في مكان. والله خلق المكان كان قبل المكان. ده الجوهر. الجوهر اللي هو جسء يعني شيء غير مكون من اجزاء. سلب كده حاجة كده. كتلة. غير مكونة من اجزاء. دي سفتقر الحيد. افتقار الجسم اشد من افتقار الجوهر. لان الجسم كالجوهر ويزيد احتياجه لاعضائه. فافتقار الجسم اشد من افتقار الجوهر. وافتقار العرض اشد من افتقارهما. من افتقار الاتنين. العرض اللي هو ايه؟ ما لا يقوم بنفسه. يحتاج للمحل اللي يظهر فيه. لكن هو بنفسه لا يقوم. الجوهر يقوم بنفسه. والجسم يقوم بنفسه. ولكن الجوهر يقوم بنفسه محتاجا للحيد. والجسم يقوم بنفسه محتاجا للاعضاء. والاجزاء يعني. وللحيد. والعرض لا يقوم بنفسه اصلا. فهو افتقارهم. العرض افتقارهم. العرض يحتاج للمحل اللي يظهر. كالصفرة والحمرة في الوردة. الوردة تقول عليها صفرة او حمر. الصفار والحمار ده محتاج لوردة عشان يظهر. لكن لو ما فيش الوردة ما يظهرش. انا ما اشوف وشك كده اقول لك التمال وشك احمر النهاردة كده دي ما شاء الله. او اقول انت وشك شاحب للنهاردة. الشحوب والصفرة والحمرة في الوردة. دي اعراب تحتاج للمحل اللي تظهر. وهدي هي المخلوقات كلها. اما جوهر او جسم او عرض. في حاجة تانية حادثة غير كده. خلاص. الملائكة مخلوقة من نور. اجسام لطيفة. الملائكة اجسام لطيفة. يقولوا عليها كده. لطيفة ليه? يعني لا ترى. وسموها اجسام ليه? لانها مكونة من اعضاء. قولي اجنحة مسنى وثلاثة ورباة. شفت الفقهاء اما يتكلموا علماء التوحيد جايدين كله من الكرآن. اما يجي يقولك طب الملك جوهر ولا جسم ولا عرض يعني مش ايه? انت بقى عارف ان الجسم مكون من اعضاء. مش كده? مرتبة في مخك. فتعرف ان ربنا بيقول ايه? الملائكة قولي اجنحة. والجناح عضو. والعضو صفة الجسم. صح? من صفة الجوهر ولا صفة العرب. يبقى الملائكة اجسام. عرفنا انها اجتماع اننا ما شفناهاش. من القرآن? خدت بال حضرتك. يبقى الملائكة اجسام. وقلنا لطيفة ليه? لانها لا ترى بالعين المجرد. لطيفة لانها لا ترى. خلقت من نور. قادرة على التشكل بالاشكال ايه? بالاشكال الشريفة. ولا توصف بالذكورة ولا بالانوسة. الانوسة عرفنا منين? ان ربنا عاب على الكفار ان وصفوا الملائكة انهم اناثة. وجعلوا للملائكة الذين هم عند الرحمن اناثة. قراءة ناثة. قراءة ناثة عند الرحمن اناثة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثة. قراءة الكفيين. يبقى جعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن اناثة. والعند هنا عندية مكان لا عندية مكان. لان الله مخالف للحوادث. فكل ظرف تعلق بالله فقد معناه المكاني والزماني. كل دي اعتقاد اهل السلف. اعتقاد الصحابة العرب الخلط اللي يفهمه. لكن دول ما بيفهموش العربي ولا حاج. اثبات الصفة. اي اثبات الصفة انه موصوف بها. لكن ثكيت الصفة هو ده اللي احنا مختلفين فيه. هم اللي كيفوها. اخذوها على ظاهرها. ولم يجروا فيها المجاز. والمعطلة نفوا الصفات اصل. يعني شوف. المجسمة صرفوا الصفات على حقيقتها فصاروا مجسمين. والمعطلة نفوا الصفات اصلا. واهل السنة في الوسط. اثباتوا الصفات بغير تشبيه ولا تجسيم. ادي الجمال. هو ده اهل السنة. فهمت المسألة بقى. فهمت الفرق من التعطيل والتجسيم. التعطيل ان كنت تنفي الصفة من الاصل. ليه? ليه خول بعض الفلاسفة. ان الذات اذا وصفت تعددت. وتعدد الصفات يقتلي تعدد الزوات. وهي ذات واحدة. فغير موصوفة. فعطلوا الصفات. ده الفلاسفة. ولكن نحن نقول انها ذات موصوفة بصفات عديدة. والصفة ليست مغيرة للذات ولا هي عين الذات ولا هي مغيرة للذات. حتى تقتلي التعدد. ده ماذا باهل السنة. حكاة سهلة. او من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل. تمثيل يعني سكسيم. مشابهة للحوادث. واخد بالك. يقول لك له يد ليست كأيدينا. يعني اثبت الجارحة. اثبت الجارحة. اخف. العربي الاصيل ما يفهماش كده ابدا. ابدا. عمر العربي الاصيل اللي بيسمع الكرآن ويقول ايه? السماوات والارض مطويات بيمينه. عمره ما يفهم انها يمين وشمال وفوق وتحت. عمره. ولا تجي باله. والقرآن عربي بيخاطب عربي. لان اليمين والشمال جهات. وكان قبل خلق الجهات. فهمت ازاي? فاذا العربي يفهمها اي في قدراته تحت قدراته تحت قوته. او اطلقها بيمينه كما اطلقها دون ان تؤولها مع صرف معناها الحقيقي عن معنى الجارحة والجهة. يبقى في المفوضة صرفوا معناها الحقيقي عن الجارحة والجهة. ولم يؤولوا ففوضوا. هذا هو الصحابة. لانهم كانوا عرب كلهم. مش محتاج. ثم بعد ذلك لما ترأى ودخل في الاسلام غير العرب. فاحتاج السلف بعد ذلك في عصر التابعين وتابع التابعين الى التأويل. التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر اللي هو الراجح. الى معناه المرجوح. بقرينة عقلية او نقلية. فهو ده التأويل. فاتطروا يؤولوا علشان الناس ما تشبهش. انت ما تقول ان مصر في قبضة بحسن مبارك. وانت راجل كده عربي. تفهم ايه? تفهم انها في حكمه ولا تفهم انها في ايده كده مسكة كده. اظن لو فهمت انها في ايده كده ما تبقاش عربي. تبقى راجل مش عربي. ولا عائل. ليه? لانه يبقى حسن مبارك ده قد ايده لما تبقى. لما تبقى مصر جيه كلها في ايده كده. يبقى ده قد ايده. ده يبقى ديناصور. ده الديناصور نفسه مش هيبقى. يبقى في قبضته اي تحت حكمه. مش العربي كده الاصيل. والقرآن عربي. وربنا في كذا ايقولك قرآنا عربي. يعني افهمه يا عربي. انت لما تقول للواحد خد بالك الطلب بتاعي ده حافظ لي عليه وخلصهوني. تقوله لا ده فعنية. هيقولك تبقى وعي يطرفها? يعني هيفهم من كده ان كده حتدخله جوه عينك تقول تطرفها? لو فهمت كده? لو فهم كده. لو انت فهمت كده تبقى انت ايه? ها? واحد مثلا يقول لي استاني انت عندك همعيل? يقول لنا عندي خمس عيال باجري عليهم. يقول له اياه هتعورهم. ما انت لو جريت ما اخد اللفظة على حقيقاتي. كل دي اخذ اللفظة على حقيقاتي. شوف تبتك بتضحك ازاي من اخذ الالفظة على حقيقاتي. ده في صفات المخلوق فما بالك في الخالق. ده احيانا اخذ اللفظة على حقيقاتي. في المخلوق يضحك. فكيف تبقيني على الخالق? وتنسي الحقيقة. وتنسي المجازة ايه الحقيقة. شوف تكو كيريت ما اجربهم? احنا احتويتي يعني الخضرة او الياس كده ما قال ليه? القبر. مال? يداء هنا العطاء. لا اليداء هنا بمعنى العطاء. يداء مبسوطة تدل على العطاء والكرم والجود. يا عربي يا عصيل. فاذا جاءت اليد في معنى القهر فهي للقوة. وان كانت في معنى العطاء فهي ايه? في معنى الجود والكرم والبصر. طبعا. مش الترج العربي وبتفهم. على طول كده تفهم. اما اقول ايه رأيت بحرا في المسجد. تفهم ايه منها? عادل. صح? اللي قايرين انه في المسجد. لانه عمر ما المسجد يبقى جواه بحر. لانه ناس هتصلي في المية يعني بميوهات. ما ينفع. وبعدين يغرقوا. هيجي يسجد يغرق. يبقى الاخر. المجازي. قارينة الاضافة. في المسجد. مش كده برضو? يبقى احيانا تبقى فيه قارينة. اما تقول رأيته اسدا في المعركة. يعني ايه? شجاع جندي شجاع. بقارينة في المعركة. صح ولا لا? لكن اما تقول رأيته اسدا وتسكت. تقول ياه عبدك. تفهم على طول الاسد الحقيقي. لانه مفيش اي قارينة قبل كده. اما تقول رأيته اسدا في حديقة الحيوان. تفهم على طول انه اسد الحيوان? يبقى حسب القرائم بتفهم. العربي كده طول عمره. فهمت ازاي? لدرك كان يقول ايه? رأيته كلبا. واختبالك ازاي فيه قبيلة فلان يقصد الايه الكريم. ما يقصدش الكلب اللي بقاوه. يقصد العطاء. وعشان كده كانوا يكنوا عن الكلب بالعطاء. ومش ايه كده احد اجداد النبي اسمه المغيرة. يسموه ايه? كلاب. وهو كان اسمه المغير. ليه? لكثرة كلاب صيده لانه كان يصطد ويصعي من الناس. فلما كانوا يلاقوا هبهابه كتير وكلاب كتيره يعرفوا ان ايه المغيرة موجودهم. فسموه كلاب. كلاب باسم ايه? يريدوا الكرم. يريد معنى الكرم. يبقى العرب طريقتهم كده. والقرآن نزل يكلم العرب. فلازم العرب يفهموا الطريقته. فهمت ازاي? وعلشان كده ما تجيش بقى تقولي ايه? تقولي في الصفات. لازم اعملها على حقيقتها. حاجاتها. الغيها خالص. هتعطل. يبقى الغيها خالص تعطيل. وجريانها على حقيقتها تكسيم. وكلهما مزموم. وماذا بقى للسنة? الاعتراف بالصفة. مع غير تكييف لها. وصرف اللفظ عن ظاهره الذي يؤدي الى التكسيم. ان ادى الغيها الغيها الظاهره الى التكسيم لازم اصرف. اما نقول مثلا. ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لا تفضلوني على يونس ابن متى. في حين النبي قال انا سيد ولد آدم. طب هو يونس ابن متى من ولد آدم ولا من ولد مين. ومن ولد آدم. هو النبي حيناقض الشرح. ويناقض الحقائق. مرة يقول انا سيد ولد آدم. مرة يقول لا تفضلوني على يونس ابن متى. يعني ايه المسألة? امام الحرامين فيهم لفتة من الحديثين دول في لفتة عالية. امام الحرامين. اللي هو الامام محمد الجنيد الجويني. شيخ الامام الغزايد. امام الجوين. قال ايه? قالها قول النبي صلى الله يا تفضلوني على يونس ابن متى فيه نفي للجهة. نفي للجهة. قالوا له ازاي? ام كان جيله واحد قبل الدرس. قبل الدرس ده. بيقول له انا مجيون ده الف دينار ومش لا يسددهم. فقال خلاص تسدده للراجل ده ديونو الف دينار وانا اقول لكم. فقام راجل من الاغنيات قاعد لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراب عرج به الى صدرة المنتهى. وسيدنا يونس كان في بطن الحوت عندما استجيب له. وسيدنا رسول الله استجيب له عند صدرة المنتهى. فلا تفضلوني على يونس ابن متى بالقرب المكاني. ولكن يا قرب مكانة لا قرب مكان. فكان معراج يونس في بطن الحوت وكان معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صدرة المنتهى. فالمسألة مش مكان ولا جهة. ده المسألة مقامات. مقام النبي هنا ومقام سيدنا يونس هنا. فلا تفضلوني من حيث القرب المكاني على يونس ابن متى. فهو اقرب اليك من حبل الوريد. اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. قرب مكانه لا قرب مكان. علو مكانه لا علو مكانه. فهمت كلام سيدنا محمد الجويني. انما التنين يقول لك ايه. نا. كده بالاشارة كده. فوق كده. ويستدلوا بحديث الجارية. اين الله اشارت الى الثمان. هم عايزين يمشوا وراء حديث الجارية يعني قلدوا الجارية وما قلدوا سيدنا ابو بكر. مش الصحابة كانوا انواع متفوتين في العلم. فمش مان عايز تقلد الجارية. وتبقى انت علمك علم الجارية. فابقلد الجارية يا سيدي على حقيقة الجهة الاشارة انها للجهة. فبقى رأيك بقى ان الجارية لم تشر للسماء تريد الجهة. الاشارة الى السماء قد تقتدي التنزيه وقد تقتدي الجهة. فايه رأيك ان اشارتها الى السماء تريد التنزيه. ولا تريد الجهة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم باعها فانها مؤمنة لانها نزهت. اش معنى انت موقك ركب شمال وعايز تخلي ان اشارتها للجهة. طب انا بقى هخلي اشارتها للتنزيه. وايهما اعلى. التنزيه. لان الجهة تقتدي المكان. والتنزيه يقتدي عدم النظر الى المكان. والمكان مخلوق ونحن نتكلم في صفات الله. فلازم نخرج عن كل ما هو مخلوق. تفهمت ازاي? ولذا جعل الله السماء قبلة الدعاء. السماء قبلة الدعاء. لانها محل التنزيه. وجعلها محل الملائكة. محل الطهر. هالفكرة كثة الملائكة في السماء اقرب الى الله من الناس في الارض? اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. لو كان جهة كان يبقى اقرب ما يكون العبد من ربي وهو واكس. وكان كل واحد يقبوا ضبنا على السطوح. ونروح برج القاهرة بنحدث. ونطلع فوق الهرم. موضع يتقفر عود. يا امان ابني ليه صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السموات فاطلع اله موسى. واني لا اجده. واني لا اظنه كذيه. إبقى اعتقد في الله الجهة. كان جاهل في رب اعتقد انه فوق كده في السماء. كاف. لان السماء مخلوق. ففي حاجة اسمها المكان والمكانة. ايه. ان يخطف بكم الارض. اما ان في السماء عذابه. عذابه. ما احنا قلنا اول ما تسمع فيه وهي ظرف. ستفقد معناها المكان والزمان. لان الظرف يقتل مظروف. فيه دي مظروف. حرف جاري. لكن فيه معنى الظرفية. يبقى اول ما نسمع حاجة فيها ظرف. لازم اصرفها عن مكانها الظرف. خدت بالا بذلك. امنتم ما في السماء عذابه. مثلا. وممكن. وفوق هنا فوقية مكانة. لا فوقية مكان. مكانة. اه. تعالى علوا كبيرة اي مكانة. لان الله كان حيث كان. لا يطرع عليه تغير. منذ خلق السموات والارض وقبل ان يخلقها لا يتحول ولا يتغير. تهمت ازاي. بس. وهو الام على ما عليه كان. فلما يقول لك فوق السماء. فوق دي ظرف. الغي معنى الظرفية المكانية. تبقى المكانة. تهمت ازاي. يبقى فوق السماء اي خارج عن الاكوان. غير حال في اكوانه. فالله لا يحل في الاكوان. فهمت ازاي? ادي المثالة. فهنا تعالي مكانة. مش مكان. لكن البدو يفهموها مكان. بدو. تقول ايه? شو ايه? شو ايه بدو? لا دخلوا مدارس ويتعلموا. وبعليم نشعوا في بيئة مش عربية خالصة. فمش فهمين اللغة العربية كويس. زي ما بقول لهم. اما يجي لك عيان مثلا. وتقول له خد المرهم ده ادهنوا مطرح موقعتي. يروح يدهن السلم. هم يجوع علينا ان احنا عقولنا مادية بحيث انها مش وزنة. ده بالعكس ده هم اللي عقولهم مادية لان ارادوا ان يحددوا. عارف قدوس يعني ايه? منزع عن ايه? لا. ده سبوح منزع عن المقاتل. انما قدوس. منزع عن الكمالات المتصورة. يعني هو فوق كل كمال انت تتصور. لانه قاهر. فالفكرة كنت حتى تتصور له كمال? لو تتصورت كمال فقد قهرت كماله. اي فهمته. واستوعبته. والله قاهر فوق عباده. فلا يستوعب احدا كماله. ولو كان هذا الاحد سيدنا جبريه. هو منزع سبحانه وتعالى عن ان يقاره عقل مخلوق فيدركه. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. نحن ندرك صفاته ولا ندرك ذاته. سهمت ازاي? ليه? لانه فوق ادراك المدركات. لان كل مدرك مخلوق وهو خارج عن الخلق. فكيس يدرك المحدود ما لا حد له. وكيف يعني يدرك المخلوق ما لم يخلق. يمس ازاي? وعشان كده واجب التأويل. وصار في الاشياء عن ظاهرها. والعرش ده مخلوق ولا قديم. طيب يبقى خلاص. ازاي? يعني طرأ لها تغير عندما خلت العرش انتقلت? يقتدى الانتقال. اذا اقتدى الانتقال ده مخارج واذا اقتدى انه ثابت على عرشه الاستقرار محسوس ثابت انه محمول. وهذا كله مخالج. فانت ازاي? فلازم تأتفهم. ايه? ايه عندما خلقه سبحانه وتعالى. عندما خلق العرش كان على المال. العرش نفسه كان على المال. والله حيث كان قبل خلق العرش. العرش وما تحت العرش محمول بقدرة الله عز وجل. شوف. يدبر. ربنا سبحانه وتعالى. ايه? ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوع على العرش ايه? يدبر الامر يفصل ايه. با الاستوع العرش معناه تدبير الامر. الايات ماضحة. الايات ماضحة خالص. ثم استوع على العرش ايه? يدبر الامر. اي الاستوع على العرش هو تدبير الامر. اما تقول ان حسن مبارك استوى على عرش نفسه. تفهم منها ايه? تفهم منها ان صرت مقاليد الامور في يديه. والله سبحانه وتعالى في يديه مقاليد الامور. صفات الله قديمة. قديمة. والعرش محدث. حادث. ولا قديم? حادث. طيب. اذا تعلقت الاستواء بالعرش وهو حادث. اذا صرت ديه الصفة صفة حادثة. ايه رأيت? فازاي يخلوا صفة الاستواء صفة قديمة. حولوا الحادث الى قديمة. ايه رأيت ذاته? هم عايزين يخلوا الحادث قديم. وعلشان كده قالوا بقدم الاكوان. كان فلاسفة. وهذا كفر صريح. يعني نقل نقل عن ابن سيمية. ونرجو ان لا يثبت عنه. انه قال ان الله كانت معه حوادث لا نهائية. نقل عنه ذلك. حوادث لا اول له. ان الله كان معه حوادث لا اول له. واذي الحوادث يعني اكوان. حوادث يعني جمع حادث. يعني مخلوق. يعني قالوا بقدم الاكوان ان الاكوان قديمة لا اول لها بقدم القديمة. وده قول الفلسفة. الفلسفة كفروا علشان ايه? عشان ثلاث حاجات. عارف كتاب تهافة الفلسفة? كفرهم بتلاث حاجات. في انت ازاي? كفرهم بتلاث حاجات. اول حاجة انهم قالوا بقدم الاكوان. وليه قالوا بقدم الاكوان? قالوا لان العلاقة بين الله والاكوان علاقة علة ومعلول. والعلة والمعلول لا ينفد كان عند الفلسفة. كعلاقة الاب بابنيه الابوة والبنوة. انت ينفع بعد ما تخلص. تقول انا مش قبل. ينفع تقدم طلب في الحكومة تقولهم الله انا مش عايزة بقى قبل. فالستة خلفت يا ابن بقيت قبل. وينفع اللي تولد ده يقدم طلب. يقولهم انا مش عايزة بقى ابن. فصارت العلاقة الابوة والبنوة علاقة علة ومعلول لا ينفد كان. فجعلوا علاقة الله بالاكوان علة ومعلول لا ينفد كان. قالوا سلامة هو خالق يبقى لازم يبقى في مخلوق. مش هو خالق منذ القدم. يبقى في مخلوق منذ القدم. فهمت ازاي? فبعلوه علاقة علة ومعلول فقالوا بقدم الاكوان فتقف. فهمت ازاي بقى? ربك رد عليهم فقيت يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. فجعل العلاقة بينه وبين الاكوان علاقة اختيار. لا علاقة علة ومعلول. ربا على الفلسفة. خدت بالك. كفروا بطريقة تنى. قالوا ان الحشر روحاني وليس جثماني. حتى اللي اعترف منهم بالايه بالبعث. قالوا ان البعث روحاني وليس جثماني. خدت بالك ازاي? روحاني وليس جثماني. يعني حتى اللي اعترف منهم بالبعث. كفر برضي. لان قالوا ان البعث روحاني وليس جثماني. اخذ بالك. وكفروا كمان. ايوه. ايوه. ان قالوا ان الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. باتوا حلوه عليك. فكفروا بطريقة. وربك رد عليهم. وما من ورقة تسقط ولا حبة ولا رد ولا يابس الا في كتاب مبين. عشان يبين لك ان الجزئيات يعلم. يرب عليهم الله. خدت بالك. ها? الفلسفة لا مش معتذر. الفلسفة عموما. مؤمني الفلسفة اللي اعترفوا بقول اله. كفروا من حتن. خدت بالك. ومشي وراهم بعض المسلمين. منهم ما نتب الى ابن سيمية وما لا اعلمه ان هو صح ولا لا منسوبا يعني ليه. قال ان الله كانت معه حوادثة لا اول لها. يعني لا اول لا يعني. يعني قديمة بخدمة. سيمتوا ازاي? ولما قال لا اول لها ما استبعدش ان يبقى الاستواء صفة قديمة. سيمتوا ازاي? احنا نقول ان الاستواء صفة صلاحية قديمة. وصفة حدوث عند خلق العرش. فهي صفة صلاحية قديمة. اي ان الله سبحانه وتعالى عنده ابيه الصفة صالحة لان تظهر بعد ذلك عند خلق الاكوار. فكانت موجودة قديمة فظهرت بعد خلق العرش. سيمتوا ازاي? زي ان الله خالق قديم قبل ان يخلق الخلق. لصلاحيتي للخلق. فلما خلق الخلق ظهرت اثار وابيه الصفة. في التعيين. مش احنا اتكلمنا عالتعينات. اتكلمنا عليها في المقدمة اللي حتان دي كويس. قلت بالك? ولا تعطيل. وعرفوا ما هو حق القدم سبحانه وتعالى. القدم الذاتي ده خط بالله عز وجل. واحده سبحانه وتعالى. هو القديم. لكن الفلسفة قالوا بقدم العوالم. يعني الفلسفة قالوا بقدمين. قدم ذاتي لله وقدم زماني ومكاني للعوالم. سيمتوا ازاي? الفلسفة اثبتوا قدمين. قدم ذاتي واثبتوه لله واحنا معاهم فيه. وبعدين قالوا في حتة تاني احنا مش معاهم فيه. قالوا وكان هناك قدم زماني ومكاني للحوادث التي لا اول له. واخبالات ازاي? فنحن لسنا معهم فيه. هي دي اللي خلق. وعرفوا ما هو حق القدم. كان الله ولم يكن شيئا معه. يتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم. اللي هم المخلوق. الموجود عن العدم يعني المتولد من العدم. المخلوق. لما عرفوا وصفهم كمخلوقين عرفوا ان الله سبحانه وتعالى ليس كوصف. المخلوق ايه? مكون من جسم واجزاء وابعاد. يبقى الله سبحانه وتعالى مش كده. المخلوق يتحيز ويبقى في مكان وينتقل ويتحرك. يبقى الله مش كده لا يتحيز المخلوق يتغير. اما تغير في الصورة او تغير في العمر او تغير في الحجم. او تغير في المكان بالحركة. فالله سبحانه وتعالى لا يتغير. وعلشان كده قال في الخريدة البهية في احمد دردير. واعلم ان هذا العالم. واعلم ان هذا العالم حادث مفتقر. ليه? لانه قام به التغير. ادي الدليل. ان كل ما سوا الله حادث مفتقر لليه يتغير. فكل ما يقوم به التغير حادث مفتقر. يبقى الله لا يقوم به التغير. لا يزول ولا يتغير ولا يتحول. في انت ازاي? فالتغير علامة الحجوز. في انت المسألة وعشان كده قالوا ايه? وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم اللي هو الانسان. او كل ما سوا الله من عوالب. هو ده الموجود عن العدم. ولذلك قال سيد هذه الطريقة الجنيد رحمه الله تعالى ده مدفون في العراق. مدفون بجوار خالوا السري الثقتي. الاثنين في حجرة واحدة. جرتهم الاثنين الحمد لله. في بغداد. سيدنا الجنيد وسيدنا السري الثقتي خالوا. اه عاملين حجرة كده حجرة اللي كانوا بيتعبدوا فيها والحقوا بيها مسجد. عشان الجماعة اللي محطة ما بيحبوش يصلي في الحتة ايه صلي في الجامعة. لكن الجماعة يوم بيوحوش اصل. لكن هي حجرة كده اللي كان بيجلس فيها سيد السري الثقتي. حجرة فلما دفن دفن فيها. خالوا. خالوا وشيخوا. كان زي خلوتها. ولذلك قال سيد هذه الطائفة الجنيد رحمه الله. التوحيد افراد القدم من الحدث. بمعنى الحدوث يعني. افراد القدم انه والله سبحانه وتعالى بصفاته عن الحدث عن كل ما هو صفات الحدث. المحدث. اي صفة في المحدث يكون الله على خلافه. يعني انت مثلا المحدث يتكلم. مش كده برضو. مش احنا نتكلم. والله يتكلم. وكلم الله موسى تكليم. صح ولا لا. المحدث. مش المحدث. المحدث ده اللي هو ايه. خرج ريح. يقوم يتوبه. ما اخذ ذلك ازاي. ده المحدث. نعم انا نتكلم في المحدث. بفتح الدال. اللي هو ايه حدثة. يعني خلقة. من الحدود. المحدث اذا تكلم بيتكلم بايه. بصوت وحرف ونبرة. اذا كان صفات كلام المحدث الصوت والحرف والكلمة. يبقى صفاته بكلام الله لا بحرف ولا بصوت ولا بكلم. يقولك ايه الجليل الجماعة الوهبية يقولك ايه الجليل. اما تقوله ان كلام الله القديم لا بصوت ولا حرف ولا كلمة. نقوله لأن كلام المحدث بصوت وحرف وكلمة والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فهو شف سيدنا الجنوب يقول ايه التوحيد افراد القدم من الحدث انه هو الحدوث بمعنى الحدوث اما يقول العلم يقولك الكلام ده عندهم الدليل لانهم الله ليس كمثله شيء فلما كلم سيدنا موسى لم يكلمه بصوت ولا حرص ولا نبرة كلمه كلام حقيقي سمعه سيدنا موسى لا باذنيه بل سمعه بكله صار كل ذرة في جسمه لها اذن تسمع لان كلام الله ليس ككلام المخلوق كلام المخلوق يسمع بالاذن وكلام الله يسمع بكل ذرة فلا يغفل ذرة عن كلام الله عز وجل فهمه كلام ده منين انهم افرادوا القديم عن الحادث فلما رأوا ان الحادث يتكلم بصوت ونبرة وحرف علموا ان الله كلامه لا بصوت ولا نبرة ولا بحرف وعلشان كده القرآن القديم كلام الله لا بصوت ولا حرف ولا نبرة فلما نزل على الثاني سيدنا جبريل وترجم الى صوت وحرف ونبرة صار فيه نوع من الحدوث مع القدم فهمت ازاي وعلشان كده نطقك بالقرآن حادث والقرآن قديم النطق به حادث لانه مخلوق فهمت؟ والكلام ارتبط بالزمن الكلام نفسه ارتبط بالزمن عشان تقول كلمة لازم تاخد لحظة من الزمن صح؟ ارتبط بالزمن والله متكلم قبل خلق الزمن والكلام متعلق بالمكان لان لازم اما تتكلم يبقى فيه محيز يجري فيه الكلام لانه عبارة عن موجات منضغطة لحد ما هيجي يخبط في ايه الطابلة ودنك ان كانت سليمة وان كانت مستليمة بيختارك بتاريخ تاني وتسمعه برضو ومش شرط الطابلة يعني لازم تسمع بيه يوم ربنا سواء سعلى عاملك المطرقة والسنجان والعظم الصغير دا اللي بيه اذنك الوسطى يخبطه كده بنقارات معينة علشان الانضغطات بتاع الصوت يروح الترجمة دي تروح ايه بيلقالك كده في المخ تروح عاملالك كده المخ يروح مترجمة الكلام يروح لجهة الفهم في المخ تقوم ايه يترجم لك معنى الكلام وبعدين بعد كده يعدي على جهة الزاكرة يقوم يفهم لك الكلام ده يدي لك انطباع ايه تنبسط تفحك تكشر تفهم تسأل تعترض كل دا بيتم في لحظات سبحانه يبقى دا كلام دا كلام المخلوقين يبقى كلام الله مخالف وعلشان كده قال ايه سيدي البصيري واخد بلك في الخرآن ايات حق من الرحمن محدثة مش كده قديمة قدم الموصوف بالقدم او صفة الموصوف بالقدم شفت الجمال فالناس يعترضوا الجماعة اياهم على البوردة يقول لك شوف بيقول على القرآن محدث والقرآن مش مخلوق فما قال لك قديم شمعنى بصفت ليه دي لا فاهم دي لا هو فاهم دي ولا فاهم دي فبيعترض محدثة اي النطق بها محدث وهي كلام الله قديمة صفة الموصوف بالقدم هو دا ما زبال السنة تقيمت المسألة واحكموا اصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد الدلائل اللي هي الدليل الواضح انما اللائح اللي هي الاشارة بالاشارة كده يعني مش بالدليل الواضح ونقف على ما كما قال ابو محمد الجريري رحمه الله تعالى يوم السبت القادم فيه سؤال بس دا كده ما الفرق بين النفس والروح والعقل والقلب وكيف يمكن التعريف بين هاجس النفس او الروح والعقل والقلب وما الفرق بين الهاجس والخاطر سهلا كيف شرح لغير المسلمين ومسلمين الذين يتحدث بعض اخرى ان الاسلام دين للعالمين وان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابو سرحمة للعالمين مع كون لغة الخطاب اللغة العربية اه دي عايزة قاعدة بس احنا الوقت في الوقت ما النفس والروح والعقل والقلب كلها تعريفات لمعنى واحد على حسب اختلاطها بشهواتها ام لا لما اختلطت الروح بالجسد صارت نفسا صح يبقى النفس هي الروح مع الجسد مع بعض كده اسمها النفس اذا صفت تماما من متعلقات الجسد وهي في الجسد صارت سر انت زي يقول لك قدس الله وسره يعني اذا صفت الروح تماما من علاقة الجسد وما زالت في الجسد يسموها سر كل الروح من عمر ربي يعني سر شامت ازاي ادي معنى السر ناسألونك عن الروح كل الروح من عمر ربي يعني سر ادي معنى السر اولك ليه تسميها كده ايه الجليل ما مش فهم اذا صفت الترقية تماما ترقت تماما بحيث اصبح الجسد ليس له ايه سلطان عليه خالق ليس تلاقي ايه تعلقات بيأكل واشرب بقى يعني كأنه بيجري مقادير الله على جسده كأن الروح بتتفرج على جسد يأكل واشرب انت دي حالة ثانية عالية كأنه بيتفرج على نفسه برا نفسه انت ازاي يبعد النفس الروح مع الجسد مع وجودي متعلقات لاثنين مع بعض اختلطوا في بعض انهم انا وانت خالت بقى لك ازاي الروح لما ترتقي تماما وتنفصل عن ايجات التمانى وهي مخلوقة عيدة الروح جوهر ولا عرض ولا جسم جوهر جدا جوهر تاب وهي الجوهر يدخل في جوهر والجسم جوهر والجسم فيه من الجوهرية اللي هي الكتلة ما احنا قولين ان الجسم جوهر بس زاد عن الجوهر انه له اعباء لكن هو جوهر قالك اه ممكن الجوهر يختلط بالجوهر السكر جوهر والشاي والمية جوهر وتقلبه وبعض تشرب مية بسكر صح ولا لا سهل جوهران اختلطة مع بعضهم فلما يختلط الروح مع الجسر الجوهرين دول ينتج النفس كتبالك ازاي والعقل اللي هو ما به تدرك الاشياء مناطه التكليف العقل مناطه التكليف وده عرض عرض وقد بالك ازاي عرض ليه لانه قد يعرف على الانسان وقد يغيب يعني واحد عائل واحد مش عاد واحد مجنون خارس واحد عائل اوي درجة يفلقك من كتر ما هو عائل واحد ثاني عائل نصو 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 كنتدسط معك واخد بالك ازاي لكنه مابقى عائل اوي اوي كده يبقى برضه حالة يا بماسي تبقى حاجة حلوة كده يعني يهى ماشي امور يبقى العقل عرض لانه قد يغيب وقد يوجد واختلط القلب ده القلب ده محل نظر الله سبحانه وتعالى من العبد وهو ما ينتج من تفاعل مقتبيات العقل بالمعرفة واخد بالك ازاي والقيام بأداء حقوق الشرعي حقوق الرب سبحانه وتعالى والعبودية في أن واحد ينتج منها ثمرة في القلب وده شيء معنوي غير القلب اللي في الصدر او هو داخل القلب اللي في الصدر لكنه مش هو المحسوس في أنت ازاي اللي هو محل التقوى والإيمان وكيف يمكن التعريب بين هاجس النفس او الروح او العقل او القلب اسمع الواردات الواردات اربعة الواردات اربعة وارد ملكي وارد رحماني ووارد ملكي ووارد شيطاني ووارد مكساني فهمت ازاي الوارد الرحماني وهو وارد يطلب منك طاعة معينة في وقت معين يلحه عليك ما ينفعش اللي هي طاعة بس ما ينفعش تعمل غيرها تلاقي نفسك كده ايه جايلك حاجة بواك كده بتدفعك عشان تقول الله 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 مش عايز تقول غيرها او عايز تصلي على النبي بس او عايز تقرأ كرآن بس او عايز تقوم تصلي بس او عايز تصوم على طول في انت ازاي يعني يجي لك حاجة بواك تدفعك لعبادة معينة ما ينفعش عبادة تانية تلاقي مصاق اليها ده وارد رحماني في انت ازاي الوارد الملكي اللي يجي من الملك اللي هو نوازع الخير في الانسان هو نازع يجي لك جواد كده عايز تطيع ربك في اي سورة مش مهم حاجة معينة المهم تبقى في الطاعة الناس موارد ملكي خلت بالك والوارد النفساني ده يطلب منك شهوة معينة مخصوصة في وقت معين مخصوص يلح عليك هي دي اللي عايزة بس عارف ابنك كم يبقى معاك شبسي 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 يا بقى لو جبتله عصير اصر مرمي شبسي لو جبتله لب مرداش يسكت لو اديته جنيه هو دي يسكت ما يسكت الشبسي هي شبسي ها خد الشبسي يسكت هو ده الوري للنفساني كانت بالك ازاي عايز حاجة معينة وقت بالك ازاي شعوة معينة ظن عليك عايزة هي هي لو اديته اي حاجة غيرها هي عايزة هي واحدة بقى متجوز واحدة سبته جميلة وحلو ونفسه ظن عليه بيحب جارته وجارته دي قديحة هي دي بس يا ابني ما قدامك سبت زي الفلة هي نفسه كده اماره بالسوق واخد بقى كله كمه الا الستة يا عمد الستة دي حتى ما فياش منظر ما قالوش دعم هي كده نفسه اماره بالسوق تقول انت ازاي دا دا يبقى شهواني وارد نفساني شهواني الشيطاني عكس الملكة الشيطان عايزك على معطية اي معطية المهم هي تبقى بعاطية وخبر بس اي معطية تقول انت ازاي دا الشيطان رايح انت الجامع يقولك يا انت وارك مشوار الوقتي يصطلع وقتها واسع وهي الواجب الموسع مش انت ادرست في توق الواجب الموسع اه دا ما هو يجيلك بقى من كل الجهات ما هو فقيه برضا اقولك دا الواجب الموسع وفيه خلاف الولماء والحكاية واي اعذن يا اخي حتشتها خروجا من خلاف النور اعذن انك اتا حتصلي قبل ما ينقل الوقت فهد روح ايه تقول خلاص نمشيه ونعجل ان شاء الله حنصلي وتغير جهة الجامعة ونحوض وتعدي مصلحتك وانت رايح تعدي مصلحتك وقت براجل رايح تلاقي واحد غالبان كده وانت الحمد لله يا ربنا موست عليك وانت فلوس كتير بيشحب ويدي كنت معك فلوس كتير حتحط ايدك في جيبك شوف يا اخي الراجل عجلات واقوة منك دا جسم واقوة منك ما بيشتغلش ديه دا عالم هلف ولا تدير ولا بتاع اشيه ادي الواحد ثاني ايتان ناس غالب تروح نطلع ايدك من جيبك وتدمر ما اخد بالك ازاي تقول ما انت ماشي كده بقى كل ما تيجي تعمل طاعة يروح صرفك لايه لغيرها 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 لحد ما تسوي سوف تلاقي العصر ادن والدهر روح ما بقاش واجب موسع بقى مضيع بس انشغلت بقى ما اخد بالك ازاي ركبت العربية ما تزرقت في المواصلات والاشارات انت احطبت عماستك فه ما انت وهكذا 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 يجرك يجرك لحد ما توصل البيت فكلك لغمة شوية ان اللي جسدك عليه كحق وبانين بقى مصلي توقب تاكل وبعدين تشبع طب نملك شوية يا اخي بابي بيع وبانين بقى مصلي الدهر لسه ما صلتوش والعصر ادن وكل ده قلبه عليك قلبه عليك قاعد ينيمك ينيمك انت بعد المغرب الله ما صليناس ده المغرب وقته دايق لأ انا من بكرة بقى حواظي بقى الصلق من بكرة بقى خلاص من بكرة عملوني شاي افتحوا التليفيديوز يقال له من بكرة في ركن القرب يزقت ويزغرت بفرحة ان هو ايه خلك عاطي على طول كده ده طريقة الوالد الشيطان ما نخف عند ايه حد سبحانك الله وحمدك الشيطان نستطيع ان تقول لك ولذلك من اخي